أجلية الكويتية في العام 2021 شهدت قفزة في الأرباح قوية والتي تسجلت الأعلى تاريخيا نتحدث عن آخر أرقام هذه الشركة التي تم تحقيقها خلال العام 2021 بعد تدعية جيحة كورونا في العام 2020 هذه الأرباح ارتفعت خمسة وتضاعفت خمسة وعشرين مرة نتحدث عن أرباح وصلت الأعلى تاريخيا بعد أن تم تسجيل 977.5 مليون دينار كويتي خلال العام الماضي الإرادات التشغيلية هي الأخرى شهدت قفزة بـ 22 في المئة أبرز أسباب الارتفاعات في الأرباح السنوية هي الأرباح غير المكررة الناتجة عن بيع الشركة اللوجستية العالمية المتكاملة GIL لشركة DSV التي تم الإعلان عنها سابقا وكان قد أشار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة أجلية طارق السلطان قال بأن هذه الصفقة ستدر أرباحا قوية للشركة وكذلك DSV قال بأنها ستصبح أكبر شركة شحن وخدمات لوجستية في العالم من جهة أخرى أشار بأن الصفقة ذات قيمة مضافة ونتجت عنها أصول اقتربت من خمسة مليارات دولار انتحدثنا أكثر عن DSV هذه الشركة التي تم منح أجلية ثمانية في المئة من مجمل أسهمها خلال الفترة الماضية التي تم الإعلان عن هذه الصفقة والتي تصبح أكبر مساهم في DSV بالنسبة لأجلية والقيمة الصفقة وصلت أربعة مليارات وسبع مئات مليون دولار بالنسبة للتوزيعات التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة هناك عشرين في المئة كأسهم منحة ومن جهة أخرى كذلك لدينا عشرين في المئة من رأس المال سهم أجلية تي شهد ارتفاعات ومكاسب السهم منذ بداية العام تجاوزت الخمسة عشر في المئة منذ بداية العام الفين واثنين وعشرين القيمة السوقية التي وصلت لها الشركة مليارين واربعمائة مليون دينار كويتي من جهة أخرى أشار رئيس المجلس الإدارة كذلك وتوقع استمرار والأداء الأعمال المستمر قوي بنسبة نمو في نتائج التشغيلية لتقل عن عشرين في المئة خلال العام الفين واثنين وعشرين ترجمة نانسي قنقر